خنزر فيه صخر وقال له ذاك التحليل والتخربيق النفسي ما تديروش معايا راكان قال له فكرتيني في ايامات امريكا صراحة الخدمة معاك خوال هو يقول له صخر وانت ما تبدل فيك وانو باقي مراوغ وما كتعطيش راس الخيط هو يقول له راكان ايوا كل واحد فينا وعيبه دار عطيه بالطهر وغادي وقال له دوز عند الوالدة تشوفك ودير راسك يالله جيتي قال له راكان هي اللي ما تتعود توحشتها وتوحشت سيراج عشيري دار راكان كيدحك وطلع في المسعد لعند السيف وصخر غادي مبتاسم بتيسامة خفيفة غير تفكر غادي رو ويجمعها مشل بلاسة فين كانت نعصة وحيض السيطار وبالله البياس خاوي خرج عينيه وبدأ كيقلب هنا والهي ويدفع في بنادمه احتاجات عينيه للممرد ديال قبيلة مشاش نقع ليه من حيث لا يدري وهو يقول له فين هي غادير فين هي الممرد بدا كيتفتف وقال را حولناها الغرفة بيما تكمل سيروم سخر كينخد فيه وقال له اين غرفة؟ وهو يقول له الممرد طابق تاني انا غادي نبديك عندها سخر دفعه وقال له زيد قدامي تحرك الممرد وهو باقي كيتفتف بالخلعة وصخر تابعه مخنزر وكيصوت طلعه في المسحد وصل قدامه حق الغرفة بغا يفتح الباب وهو يقفزه قال لي شنو عندها؟ وهو يقول الممرد كانت طال عليها السخانة وما واكلاش النهار كامل بدك شي علاش فقدات الوعي حرك لي يستخل راسه بصاف فتح الباب وجات عينه عليها مستلقية في البايات وملبسينها حوايج المستشفى شعرها مطلوق ومصرح فوق الوسادة اللون بدك يرجع فيها وشفيفها مبقى وصدرقين جر كرسي وقلج جنبها هز ايدو حطها على شعرها نازل بها حتى الاطراب عاود دار نفس العملية وهو كيتأمل في وجهها بدأت كتحرق في عينيها بغى تفتحهم وهو يبعد ايديه بزدربه حلاتهم كتشوف بسقط اللحظات ودورات وجهه وهي تشوفه قدامها بقيت حال عينيها في عينيه كيتبادلوا النظرات لعدة التواني كان وجهه هادئ ممغوبش بحال ديما تبسمات بلا ما تحز وهي تجمحها بسرعة حالي لاستوعبات بالليراه فعلا قالت حداها قفزات وبغى تكعد جرات ايدها وهي تغوط تعقرات في البلاسة ديال الشوكة عقد حجبانه وهدر بصوت خشم قال ليها شوية عليك مالكي كالطاري شافت فيهم عبسة وشافت في الشوكة ديال السيرون اللي مخشية في ايدها عاد هزات راسها كتشوف في الغرفة اللي باين عليها ديال مستشفى دهرت جهته بغى تثوله وهي ترتابك من نظراته اللي محيده مش عليها حضرات راسها وقالت علاش انا هنا شنوق عليها صخر بقى ساكت وهي تقول فين هو سيف قال لها باستهزاء اه هو دايره في جيبه رجعت حضرات عينيها وحيدات عليها لغطا كانت لبسة قصيرة فوق الرقبة وباينة من لبسينها لها على الحم قلسات وحطات رجليها في الأرض جيت توقف وهو يزعفعها بصوته فين غادة بستلامة تبتي للأرض حسن ليك قالت بصوت كيرجف وعينيها مغرغرين بغيت نمشي في حالي ما هارفاش كيف درت حتى وصلت لهنا سيف غديكون كيقلب عليها قال ليها صخر انتي بنت خمسة سنين اتجلي باش يقلب عليك سكت مداء وهو يقول شنو كنتي كتديري قدام المركز بقات ساكتة وهو يقول لها رهزوه ملتك قالت ما عرفتش انا كنت في المصحة نطرات الشوكة ووقفات ومشات بخطوات مسرعة لجهة الباب فتحاته وخرجات كتجري في الكوروار حفيانة وتال فما عارفة فين تمشي غفلاته ما عرف كي دارت حتى خرجات ناطق فزت بحا ودرجوش خطوات وصل عليها وشدها من دراحة وذير شدها حتى تأوهات من الألم شاف فيها شوفها كتخلع وازدحمها لحايد قال ليها فين غادم درمة واش هادرتي ما كتدخلش ليك الرأس ما كنحملش نعاود هادرتي تحركي قدامي ورجعي البلاستيك تمشيت قدامه حانيا رأسها حتى حسيت بشي حاجة على كتابها دارت وشافت فيه لقاته حايد المونتو ديالو ولاحوا عليها بقات واقفة مدورة وجهة عنده كتشوف فيه خشا يديه في الجيب ودار لها بعينيه تحرك رجعات شافت قدامها وهي تجي عينيها على راكان واقف مصدوم ومنطيقش باللي هي قدامه قال ليها غاتية وجهة كيجري شدها منكتافها بجوج كيقلب فيها واش بيها شي حاجة عاود شافت وجهة هوت بالسم وقال الحمد لله موقع عليك والو فين كنتي بغيت نحمق وانا كنقلب عليك وهوي حنحم صخ عاد نتابه راكان لصخ كان واقف كيف ملاك الموت حاضيهم وعيني حمرين قال ليه راكان اه صخر انت هنا صخر قربوا مديدو ودفعوا بعيد عليها حيث كان باقي شد فيها منكتافها تغرب راكان من رد فعله ورجع شاف غدير اللي ساكتا وعينيها باقي مندبنين رد البال المونطولي كان نابس صخر قبيلا لكتافها راكان كيحك في عنقو من نور وقال واش كتعرفوا بعضياتكم وهوي يقول له صخر السؤال الصحيح هو ما فين كتعرفها انتا واقفين مقابلين مع بعض واحد كيشوف بالاخر واحتى واحد ما بغي يجاوب وهي واقفة جنبهم ما عرفت باش تفلات خافت راكان يقول بلي المريضة دياله ويجبت سان ديالسخ وإلا مشح تعرف كل شي اليوم غيبيتها في البناقة خاسها تدخل ودقول شي حاجة ما خاش صخر يعرفوا له جمعات قوتها ونطقات وقالت راكان هو خطيبي وهو يقول لها صخر عاودي شنو قلتي؟ غادير حضرات عينيها وما قدراتش تشوف فيه وشدها من دراحة وقرب عليه كيكشكش في وجهها قال لها واقولي هاضري شنو قلتي؟ كتضحكي علي يا ياك خطيبك؟ اينا عام هادا؟ راكان قال ليه صخر اطلق منها اشهد التصرفات شوف كيفاش كتترعد راكت تعامل مع بنت ماشي راجل وهو يقول له صخر ما تدخلش حسن ليك ياك ما طيقتي باللي راك خطيب هاد بالصح وهو يقول لها راكان سيف غرفة الإنعاش وقعت لي حادثة تسير غير سمعات كلماته وهي تجمد في بلاستها وفجأة تردخعت مع الأرض مغمع ليها تلفت صخر مخرج عينيه وهبط عندها كيحرك فيها واحترا كانجة كيجري وهبط على ركبته كيقلب فيها ولقاها فقدات الوعي مت قيته بغي يهزها وهو يخنزر فيه صخر وهزها ودخل بها الغرفة دخلات الممرضة وقالت ليهم ينصرفوا باش تفحصها خرجوا بجوج وكل واحد بواقف في الكروار في جهة ومتكي على الحيط مقابلين وكيشوفوا في بعضياتهم صخر قال كيف بقى؟ وهو يقول له ركان حالته ما زال ما مستقراش قال الصخر علاش كدبات؟ وهو يقول له ركان شكون قال لي كدبات؟ الصخر قال من نيتك كتقولها وعينيها كيدورو في وسط رازها وكتفتف وعمرها دكراتك كانت ناسيا كلها كيفاش ركان قال لي هاد شي بيني وبينها ودابة فين كتعرف انت غادير؟ الصخر قال هم باللاتي نفكر وقيلها انسات ما قالتهاش ليك انا راجلها عند راسك علام انك تنز هم؟ اهدر من لخر ولا غادي نعرف بطريقتي؟ ركان قال لي واش نحسب هذا استجواب ولا كيفاش؟ ولكن نجاوبك باش ترتاح كان عرف غادي رحل طريق سيف هو اللي عرفنا على بعضياتنا صخر ربع ايديه وقال مهم؟ كمل؟ هو يقوله ركان كمل من راسك عجباتني وخطبتها قال صخر صافي سيقتك الهضرة ماشي دعبا من بعد هو يقوله ركان اللي باللي قولت خالتي حتى تستوعبها على خاطرك باللي هم الباب تحل وقربوا بجوج كيشوفوا في الممرضة باش تهضر هو يقولها صخر نطقي خلاص كيف بقعت؟ قالت الممرضة مزيانة غير حيث جسمها باقي دعيف خاسها التاكل باش ترتقوتها راها فاقت دخلوا عندها وهي تقول سيف بغيت نشوف سيف عافك قال ليها ركان اوكي غير تكمل السيروم وتاكله ونديك عنده قالت غادير لا بغيت نمشي دعبة عافك صخر قال راهه دار معاك وشاف ركان وقال له هاني جاي رد البال حرك ليه ركان راسه بقاه ودار شاف فيها مطولا ومشى خرج غادي في الكولوار وجبد التليفون وتتصل بمرض وقال له جي لمستشفى دابة وجي معاك الماكلة وملابس داخلية نسائية وشي بيجامات سخان ودك الشي اللي كيتلبس في الرجلين مراد قال اه قال ليه سخر مالك مضحشر جيب الزفت اللي قلت ليه وصير بيرازك وقطع عليه جا راجع الغرفة حتى صونه ليه التليفون كان مالخدمة جاوب وقطع منير فيه اضرب الدورة وتخلي المسعد خرج كيقلب بعينيه على الممرضة لقاها وبقى كيوصف فيها على غادير وما يخلي وهاش تخرج حتى يرجع ومشى في حال اجلس را كان حدا غادير وقال لها غادير صافي باركة من البكة شوية تسمع الدقان في الباب وقف را كان وحل الباب ولقى مراد وهو يقول له الدكتور را كان سليماني ابتسم را كان وقال مراد وهو يقول له مراد على سلامتك ام ترجعت قال ليه را كان مدهات وكيشوف البلاستيكات وهو يقول له مراد اه هادو هو الصانع لهم الضابط صخر مدهم ليه وقال ليه را كان فين مشى مراد قال عندو اجتماع طارق حتى انا خسني نمشي قال ليه را كان هيا شي قضية هادي مراد قال سمعتي بقضية سفاحة الطريق السريع را كان قال ليه اه سمعت بيها وهو يقول مراد هاديك علاج خداني اه والله مكره هناك تخدم معنا في هذه القضية الخبرة ديالك في تشخيص شخصية القاتلة غادي تسهل علينا نقربه منها اكتر را كان قال اكيد انا في الخدمة في اي وقت وهو يقول مراد الى تجمعتي انتو سخر كيف قبل غادي نقدرون القي والقبض عليها اليوم قبل غدا امشى مراد ودخل را كانوا في ايديه البلاستيكات كيشوف فيهم ومعجب من تصرفات سخر ما موالفش ليه يهتم بشي حد لهذا الدراجة هز راسه وما فانتش ليه خادير في بلاستها تحل باب الحمام وخرجات وحدها هزات في عينيها اللحظة ورجعت حضراتهم بدات غادل بلاستها وقرم منها ومدليها البلاستيكة اللي فيها الماكلة رفضات التاكل بحكم ما عندها الشهية اصر عليها التاكل اللي بغا تشوف سيف وقلس مقابل مهاها حتى تأكد بالليكلات وخا كانت غير كتبزز على راسها وقفوا مدليها الحويج وقال ليها تبدل وخرج بعد مدة دقوا دخلوا لقاها غادة جاي في الغرفة قربوا شدليها في ايدها وخرجوا من الغرفة وتوجهوا الجهة غرفة الإنعاش محدهم كيقربوا قلبها كيتقبط عليها شافت جهات الزاج وكانت واقفة مراعينيها دبلانين والحزن ظاهر على وجهها وراجل يكون في الخمسينات واقف بعيد شوية كيهدر مع شطبي طلقات من إيد دراكان وقربات بخطوات بطيئة كأنها خايفة من دكش اللي غادة تشوف وقفات مقابلة مع الزاجة وهي كتشهق ودموحها بدأو كينزله حطات إيدها على صدرها والاخرى على الزاجة كتشوف الشخص اللي كان كيشكل النور في حياتها كله سلوكا الشخص اللي كتستامد منه القوة كيبان ضعيف وبدون حياة شهقاتها بدأو كيعلاو حتى انتابهات لها أم سيف وبقيت كتشوف فيها باستغراب تقدم الراجل اللي كان واقف بعيد ووجهها درتول غادير بنبرة غضب قال ليها ما لنا قال سكت بكي علينا بحالي لا مات ليك شي حد طلحها وهبطها وقال شكون انتي اللي دايرها هاد الحالة على ولدي سيف سيري بكيف تيساع واشحنا ناقصينك دارت حندو عينيها دام عيني شافها وهو يتسحق بحالي لا دربو البرق كيشوفوا ممطيقش نفس العينين الباكيين اللي عمروا ينساهم ونفس الملامح كأنها هي اللي واقفة قدامه خرج عينيه وبقى راجع باللوم بحاليه لا شافش يشبح كيحرك راسه بالله وعينيه عليها ما عرف بيش تبله خرج مسرع من تمك تحت نظارات استغراب الكل حدريت راسها ودارت الجهة الزاجة بدون ما تهتم للهضرتو ولا اللي ردت في علوم اللي شافها جارة كان عندها وقال لها غادير خاسك ترتاحي ركي باقي عيانا وقوفك هنا ما عنده باش ينفعه بداتك تترجى فيه وقالت عافك خليني ندخل عنده غير شوية قال لها راكان ما غاديش يخليوك حالته باقي ما استقراتش الأم ديالو ما سمحوش لها تدخل عنده دارت غادير وشافت فيها عاد نتابهات وجودها شافت فيها بحزن ورجعت كتشوف فيه منزاجها وهي تقول سيف غادي عيشة خالتي أنا متأكدة غادي عيش مايمكنش يمشي ويخلينا قربات منها الأم وشدات لها في إيدها وقالت انتي غادي رياكي حركات لها غادي راسها بآه وهي تقول الأم شحال كان كي عاودية عليك باينك يعزك بالزعب هو حنين وعزيز عليها الناس اللي قلبهما بيد بحاله كنت مقصرة مع ولدي بلا قياس وكنت عاقب عليها دابا يا ربي ترجعوا لي إلا درات ليش حاجة غدا نموت يا ربي تشافيه يا ربي وهو يقول لراكان سيف غادي صح ويرجع كيف كان هو ماشي من النوع اللي كيستسلم وهي تقول الأم أمين يا ربي راكان قال غادي ر يلا في الصباح وترجع تشوفيه قربات من أم سيف وعنقاتها وبدو كيبكي وبجوش المدة عاد بحادات عليها شد لها في إيدها وغادي جارها مورها حتى وصلت الغرفة ديالها دخلات ودخل مورها وبقى متبحة بعينيه حتى شافها دارت على جنبها وعطاته بالدهر وهي تقول غير سير لما نزيد نعطبك راكان قال لها كتجري عليها قالت لا غير قاطحها وقال انتي المريضة ديالي إلا ما هتميتش بيك بي من غادي نهتم مليت نعسي غادي نمشي قالت ليه غادير شكرا وبعد ساعات سالة الاجتماع وخرسة خرم التاجه للمكتب ديالي كان تليفون كيسوني جبدو وشاف شكون وقطع وردو لجين ادخل المكتب وبعد لحظات خلطوا عليه الفريق اعطاه اوامره وكله واحد كلفه بمهمة انصارفه وناد خرج ومشال داره دووش باش يصحصح والبس واختطه موبيل وتوجه ديري كتل سبيطار كانت لخمسة ديال الصباح طلع لغرفتها وحل الباب بشوية ودخل حس برتياح فاش ما بينش ليه ركا حيت كان متوقع يلقاه عندها قرب لباياز وكانت غارقة في النعاس ومغطية حد تخسرها جرع ليها لغطاء حتى الكتابها ابقى محني وشاد في لغطاء بإيديه وعينيها لشفايفها قرب اكتر وحط شفايفه عليهم حس بحال ليلى ضربوا الدو صد عينيه وبقى مدة غير حطهم عاد بدك يحرقهم ببدو بعد وهو ما ساخيش يتلقهم ومشا وقف قدام النافذة اللي بدك يدخل من هالدو أمراقب شروق الشمس وتفكيره مشغول بش حال من حاجة أولها هو أشنو كيديرها أعلاش كيتصرفها كاوقت ما شافها تفكر ساندي وهز التليفون دوز نمرتها ولقاه طافي تعجب من اختفاءها هاد الايان كانت كل ساعة كتصني لي وفجأة وقفات واللي جاه أغرب أنها ما لاحظاتش غياب خطها اللي بايتها خارج الدار وما سولاتش فيها دار شف غدير مطولا وخرج من الغرفة خايف لا يرجع يدير شي تصرف في حال قبيلة انزل التحت وخدق قهوك حلا وخرج للجردة قلس في إحدى الكراسي وشعل سيجارة كيدخل فتحات عينيها كتشوف في السقف المدة وهي تنطقاف زمن بلاستها خرجت من الغرفة مسرحة وهبطت في الدوج غادة وشعرها مطلوق على كتابها غير قربات من جهة العناية المركزة وهي تجي عينيها على أم سيف اللي قيلتها في الكرسي وصوت بكاها وواصل عند غادية واصلت عندها وتلاحت عليها وعنقاتها بالجهة وهي تقول لها الأم الله يا ربي على ولدي كبتي ما يستاهلش هاتشي اللي واقع عليه يا ربي ما تحربنيش من ولدي وبدا تكتبقي بعديت عليها غادير شوية وشافت فيها بتساؤل قالت خالتي سيف ماله شنو واقع عليه وهي تقول لها الأم ولدي فاق هاد الصباح وخاصو عملية ملحقتش نفرح برجوعه لينا حتى صدمني الطبيب سيف خاصو عملية زرع الكيلة في أسرع وقت قلت للطبيب نعطيها ليه نعطيهم ليه بجوج غير يوقف على رجليه ولكن قال ليه إلا عندك شي مرض مزمن ما يمكنش تبرعي ليه وأنا بنتي عندي سكري الله على ولدي الله غادير بدا تكترب على صدرها براحة إيدها وقالت أنا خالتي أنا انت برع ليه وهي تقول لها الأم بالصحة بنتي باغت تبرعي ليه قالت غادير إيها خالتي انت برع ليه جراتها الأم عندها وضماتها بقوة وقالت الله يجازيك بالخير يا بنتي الله يفرحك ويخلي ليك اللي يعزيز عليك خيرك وعمرني ما غدا تنسى قاطح حضرتهم الطبيب اللي وقف عليهم وقال ما دعم كانت أسف ولكن عندي ليك أخبار ما زوهناش كين خصاص في بنك الأعضاء كينين الناس في اللائحة سأبقين صعيب بزايف نلقاوليه كليا في وقت سريح وقفات غادير مقابلة معاه وقالت دكتور معافك أنا غدا نتبرع ليه غير ديروا ليه العملية وهو يقول لها الدكتور أوكي ولكن أولا خاصنا نديروا ليك فحوصات وتحاليل باش نشوفوه واش ما مصاباش بشي مرض مزمن أو معدي وخاص يكونوا الأنسجة ديالك متوافقا عديال المريض وهي تقول لكم كيفاش أولدي يعني تقدر ما تتبرعش ليه قال ليها الطبيب من بعد فحوصات ونشوفوه وشاف غادير وقال ليها تفضلي معايا غادير شدات في إيد الأم وقالت خالتي ما تخافيش إن شاء الله غدا يكون كل شي هو هاداك أنا حاسة غير دعمها تبعات غادير الطبيب حتى وصلوا المختبر كلف ممرضة تدير ليها التحاليل ودك شي لي كان بقيت أم سيف قال سوك الدعم على ولدها وأملها في الله وفي غادير هزا ترسهوه ويباليها واقف وعينيه كيتوره في المكان كأنه كيقلب على شي حد قرب لها أمتك قال أنتي هي أم سيف قالت آه هي أنا كتعرف ولدي جيتي تشوفه وهو يقول لها سخر كيف بقى قالت خاصة عمالية عمالية دي الزراعة تلكيلة ياربي تقدر غادير تبرع ليه ياربي وهو يغوت بصوت عالي شنا هو قفزات من فلاستها من ردت فعله بقيت كتشوف فيه باستغراب وهو كيشوف فيها وحجبان قوصين وقيت سنها تهدر قال ليها عاود يا شنو قلتي غادير شنو غادة تدير وهي تقول له بغاد تبرع الولدي خاصة عمالية زراعة تلكيلة بدا كيصوت ويتمتم والأم كتشوف فيه ومفزوها دور وجهوه يتبالي غادير جاية وكتنزل لكم على إيديها اللي فيها الفاصمة بيضة دار جوج خطوات وصل عندها في لمح البصل ما حسات غير بإيدها تنطرات وهزات راسها وهي تصدم عيني حمرين وخارجين فيها تحرك غادي وجارها مورها ما تصوق لا لغواتها ولا لكاها حل المسعد ولا حافيه وغير تصد وورك على الزر ووقفه فبقات واقفة لازقا مع الحيط بطهرها وحاطة إيدها على دراحة اللي كتوزوز ودموحة بدوك إيهبته قرب حتى لسق عليها وهو يخبط إيدهم على الحيط حدوجها حتى تزعزعات وهزات عينيها كتشوف فيه وهي تقول له ايش باغي مني؟ أعطيني تي ساع ليش جارني معاك؟ واش أنا لعبة ديالك؟ تدير فيها ما بغيتي وهو يقول لها سوكتي قالت لا ما سعكتاش أنا بغيت غير نعرف شنو بيني وبينك حتى كنلقاك في وجهي كل ساعة قال لها سوكتي قلت ليك سوكتي دربات الطم شافت بيلي فعلا مع الصبر وهي تحضر راسها كطلبتك منه وهو يقول لها دابة مزيان غادي نسولك وجاوبي باللاف هامات واش دك شي اللي قالت ام صيف صحيح او لا لا قد ساكتا وشد فكها بيده مزيره وهزليها راسها حتى تقابلات معاه وقال بغت سعريني بلشنو سولتك جاوبي واش بالصح غدا تبرعي ليه قالت اه غدا نتبرع ليه وهو يقول ومع من تشاورتي ها انتي واحد جوجك تحيس اخفانا ما خاصك غير تبرعي وهي تقول له ماشي شغلك نتبرعه لما نتبرعش جسمي ها دا وحياتي ها دي وانت ما عندكش الحق تدخل فيها جرها من دراحة حتى تسطحات مها مهبط وجوه حدا وجهها بناتهم سنتيمترات فقط وهو يقول ليها بصوت عالي عندي الحق نتدخل فيك وفي حياتك وفي جسمك وفي عدامك حتى هما عرفتي علاش هيت انتي ديالي سمعتيها من الان فصاعدا انتي ديالي شي حاجة كتخصني غادير كتنطر منه وقالت انا ما ديال حد طلق مني وفوتني عليك وهو يقول لها هاحنا غادي نشوفه قالت وهي كتبكي حشو ما عليك وقالت خليني نمشي نشوف سيف هو محتاج ندابة الشخص الوحيد اللي وقف معايا وكان ديمة في جنبي محتاج دابة نكون معاه نتبر عليه هو اقل حاجة ممكن ديرها على قبله عفاك خليني نمشي ارخى منها وهو غارق في عينها المدمعين هدرتها عصباته مبغاش يكون سيف مهم عند هل هاد الدرجة وفي نفس الوقت اضعف قدامها وهي كالترجاه باش يخليها تمشي وفي العشية تكلم الطبيب مع السيف وقال له بالليلقاه متبرع بدون ما يقول ليه على هويته والعملية غدا تكون اليوم ونستعرف دخلات عنده الام دياله اللي حماتها بكا اما هو ما كانش بين عليه الحماس والفرحة انه لقى متبرع وغادي يسترجع صحته كان كيتمنى يفقد الداكرة غير ما يبقاش عاقل على الأحداث اللي وقلوه اندم علاش تخل الدار غادير وعلاش قلب حتى قيت تصدم باللي وقع لعائلتها واختها الظلم والتعدي والاغتصاب اللي ارتاكبوه في حق إنسانا ما دلمها والو دمروها ودمرو عائلتها ماتوا ناس أبرياء منورة أفعال شياطين وديام يستحقوا كتار من الموت واللي قاهره كتار هو فاش حيض استطارة للروحة وشاف الصور كانت صدمة عمره فاش لقى آخر واحد يجي في باله الأب دياله واحد من هاد الوحوش اللي كانوا سباب في اللي وقعوا ودمر عائلة عز إنسان عنده خبروه عدير باللي ممكن لها تبرع لزيف لأنسي جام الطابقين وهذا الحصن حد زيف فرحات من قلبها وما حسات بحتدر ردية الخوف بالعملية حتى أنها ما سولات شواش فيها خطورة أولية ومن بعد جهزوها العملية دازل الوقت وتفتح الباب وخرجوا سيف هو اللوي دوزوه لغرفة دياله عاد خرجوها كان باقي شاد فيها البنج حطوها في غرفة حدا ديالسي من بعد ما طمأن الطبيب على وضحها خرج وبقات الممردة كتقاد لها سيروم فتح صخر الباب ودخل وما شافش في جهة الممردة حالينا ما كيناش قلت في الكرسي اللي جنب البايوس وشد في إيدها حطها على فموها مدعينيه وبازها الصخر ما اهتمش للممردة ولا لارا كان ابقى شاد في إيدها بين إيديه وحطها حدا فموه الساعات اللي كان كيتسنه وهي في غرفة العمليات داته عليه تقال وحس بشي حاجة في صدره مزير عليه أحاسيس جديدة عليه كي يجربها تغيرات في تصرفاته وهو ما ما عيش عليها وحيط هو صخر كيدير كيف يبغى ما هامو لا تفسير ولا وانو را كان ما بقاش قادر يستحمل المنظر وخرج من الغرفة والتاجه عن سير اللي بعد ما استاعفت عينيه ببطر ونادت الأم ديالو كتجري عندو عنقاته بالشوية وباتت ليه راسو مقداتها طرحا تبست بليها وباس ليها إيدها كي شاف جهة الفوتاي بين ليه الأب ديالو جالس وكي شوف به واختفت الابتسام على وجه سير حاولت قاعد بسرعة وزير على عينيه حيط تعدر ساعداته الأم ديالو ودارت ليهنخات دورة دهنه سند عليهم وشاف الأب ديالو بندرات كلها كراهية واحتقار وانتق خراج وهي تقول له الأم ديالو سيف شوية عليك ولدي يلا خارج من عملية قاطحها سيف وقال ليها قولي ليه يخرج ما بغيش نشوفه وجهه قداني الأب وقف قرب عندهم وقال ولدي سمعني هو يقول له سيف ولدك عاد بنت ليك عاد حسيتي باللي عندك ولد من اليوم أنا ما عندي أب هاد الكلمة بزاف عليك واحتى كلمة إنسان بزاف عليك هي تحس الإنسانية ما فيكش خراج عليها وهي تقول له الأم ديالو ولدي لا يرضي عليك ما تتحركش را غادي تحلو ليك الغراز وفي الغرفة المقابلة كانت باقة إيد سخر شادف إيدها والخرة كيلعب بها في شارها ويدوز على خدها وجنب شفتها حس بالتليفون كيفي بري وجبدو شاف شكومة وقطع وبغير رجعو احتجاه مساج فتحوه وزاعف وبدأ كيقرأ وعيني خارجين في الشاشة ديالتليفون والأعصاب كيلعبوا عليه رجعوا لشي وقرب عند غادير والتحضر وباس لها راسها بحملية قرب لو دنها وهمس بصوته الرجولي انتي ديالي غادير ديال سخر بعد أوقف غادي لجهة الباب ورجع دار قرب عندها والتحنع لها وباسها خرج من الغرفة وغادي بخطوات مسرعة أهبطوا ركفتوا موبيل ديالو كثيرة سمعت الباب تزد وهي تزير إيدها على الفراش حلات عينيها وكانوا حمرين ومدمنعين باقي كلامه اللي همس كيتردد لها في ابنها كانت غدا تكون أسعد واحدة في الدنيا بهدرده لو أنه انتق باسميتها ماشي اسم غادير قلبها حرقها وحسات بأكبر شمتها ممكن تحس بيها كرحة عميقة غلغل في الداخل ديالها كل شي تسمح فيه إلا أنه سخر مضيع منها كيفاش تسمح فيها وهي اللي بغاته بكل جوارحها وهو بغا غادير وهي تطلق غوطة على حرجاتها تقعدات من الفراش بسرعة حتى حسات بألم رهيب جنبها حيدات لغطة وطلعت لكسوة وهي تشوف فاصمة كبيرة في جنبها ولونها والأحمر ما عرفت باش تبلعت اشنو قحليها واشنو كتدير هنا وعلاش صخركان مع غادير وديال هاش هاد الجرحة هاد شي كيدور فرسها وفي نفس الوقت كتفكر تخرج من هنا وقفات بصعوبة ولبسات بالخف برجليها بيليها كاب مليوح فق الفردي هزات ودارتوا على كتافها وتوجهات الباب خرجات وغادة جي هت الدوش هبطات فيهم حي تخاومي وخرجات من المستشفى بديك الحالة غادة وكتتألم ما عارفاش باللي عاد خرجات من عملية وجي سمها باقي قدعي شيرات الطاكسي وركبات حطتها قدام العمارة وقالت لي باللي ما هازاش مع هالفلوس غادة تطلع تجيبهم لي ازعفوا بدكين قل خرجات ووقف هو التاكسي وتبحها ما مزاقلش طلعوا في المسعد وخرجات منه وضارت شافت فيه تحدرات بالشوية وجبدات من بحبق صغير جنب الباب استعرود لقاتوا متبح معاها وخنزرات فيه وفتحت الباب دخلت لغرفتها مباشرة واخدات الفلوس وعطاتهم ليه وسدات الباب رجعت للغرفة ومشات البلاكار وجبدات شنطة كبيرة وبدات كتعمرها بالحوايج وكتجبدو اللوح شايت دفجن بها وخدامة بيد واحدة دكسات الحوايج فتحات واحدة جيها كانت من صورتها وخدات قاعدة كشي ولحتو في الشنطة وقفت قدام اللوحة بحكم كتزرب ما نتابهاتش أنها ما مغطيهاش وبدات كتنطر في الصور والورقة اللي مقطعة من المذكرات اللي فيها الأسماع حطات كل شي في الشنطة وتوجهات للمكتب فتحات للمجر الأخير بان لها دكشي مخربق وغير ما بانتش لها المذكرات وبدات كتترعد وصحرات كتدرب إيدها فوق المكتب وكتسب والوحيدة اللي جات على بالها تكون لقاتها وهزاتها هي غادية وبعد نوبة الغضب اللي كانت بيها وقفت وخدات ما تلبس زولات دكشي اللي كانت لابسة بانت لها الفاصمة غارقة بالدم وجبدات علبة الإسعافات الأولية وقلسات في طرف السرير وبدلات علي هادك الشي حيدات الفاصمة وبانوليها شي غرزات تحلم والجرحة شوية كبيرة فكرات حتعيات ومعرفاتش شنو سبب هاد الجرح مسحات الدم وهي عادة على شفتها دارت فاصمة جديدة ولاحت لقديمة في سلة المهملات لبسات وصدات الشنطة واخدات ساكادو ودارت فيه قاة حاجاتها اللي غادة تحتاج حلات لمجر لحده النموسية وكان فيه تليفون آخر شعلاتو وخشاتو في الجين جرات الشنطة وخرجات من البيت ووقفت في وسط الدار كتشوف كل زاوية شافت جهة بيت غادية وعقدات حواجبها ودارت ساكادو في ظهرها وجرات الباليذة خارجة من الشقة وهي عاز مع عمرها غدا ترجع لها وهد الشي كينطابق حتى على الغادية فاق سيف وقالت ليه الأمة ديارو أنا غدا النوت نجيب لك شي حاجات تاكلها وندوز نطل على غادية مازال قاة ما شفتها استغرب سيف وقال ليها على مالها غادية شنو واقع لها وهي تقول له الأمة ديارو راهي ينتبر عاتليك أولدي سيف تصدم وقال ها شنو؟ وهي تقول لأمه أها ولدي هي اللي تبرعت ليك مسكينة من اللي جات شافتك وهي مقفور عليك وش حال وكاد عليك كانت أموك تهضر ومسمحتها حاجة من غير هي اللي تبرعت ليك بقى جامد في بلاستو ودنيه كي يصفروا أعصابه كل هات شدات فجأة قفز من بلاستو غير مباري لجروحه اللي باقة جديدة وجهه عامر جروح ولكن معه ميقاش وراسه ملوية عليه فاسمة عاد الفتح اللي في كرشو وصل الباب وفتحه وخرج ومشا كي يقلب على غاديه المشا وفتح الباب ودخله هو منهوف باش يشوفها حتى كي يباليه الباياس خامن شلو طاح على ركابيه ساهل في الباياس اللي خامن شوية ناد كي يجري يفتح الحمام وما لقاهاش ودار خارجه احتشاف الأم ديال ودخلات مع الباب ومنوراها الممرضة اللي جات تطلع لغاديه توجه عندها كي يسول فيها قال ليها فينا هي المريضة اللي نحسبها في غرفة وهي تقول له الممرضة خليتها هنا ومعها وحد الراجل يلا جيت باش نطمأن عليها ونشوف واش فاقت تفتح الباب ودخله ركان وشافهم كلها واحد وملامحه شاف جهة الباياس وما بانت ليش شاف في الزيف اللي باينة واصلة فيه العدم وقف مقابل مع الممرضة وشاف فيها شوفها قصحة وقال شنو قلت أنا قلت ليك المريضة مسؤوليتك ما تغيبش على عينيك أحسن ليك تكون في الحمام ولا ما غيرش بك حال الممرضة بدت كثرة حدو قال والله لمشيت غير نقضي وحد الغارات وخليت معها هدك الراجل قال ليها ركان وفين هي واش داها معاه قالت لا شفته قبالة خارج بوحده ما كانتش معاه وغير كملت وجيت ديري كتلة هنا ركانش نقع عليها ودفحها وقال خرج عليها ما فيكو منفع خرجت كتب فيبري بقى واقف كينهج ومعارف فين غدا تكون مشانس اندم اللي تباوت من حداها شاف في سيف وبانليه غير ساحي ومحطم قرب عندو وربطح لكتفو وقال له سيف ما عندك لاش تخاف غادي نلقاها انت رتاح دابة وانا كان وعدك غادي نلقاها اشتركوا في القناة